اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس اللي عجبني في ده ايه ان طبعا الوطنية انتوا عارفين كويسة جدا في البلاستيكات وكمان ان البسكت من جوه بيتشال زمانتوا شايفين كده فيبقى حلو او في التنظيف سهلي معاكي جدا في كل حاجة فعجبتني اول فكرة فعشان كده خدت ده وكمان يعني بصراحة كان كان الهنان والنجمة ما كانش فيه غير من اللون الاحمر كانش فيه غير اللون الاحمر وانا كان عندي لون احمر قبل ده وتكسر طبعا مني فما حبيتش بصراحة جيب لون احمر فكتت عايزة جيب لون جري او لون رماضي كده هيبقى ماشي مع المطبخ عندي بس الصراحة ما كانش فيه خارس غير اللون ده واللون اللي هو البونير غامق انا ما بحبش اللون البونير غامق اصلا انتو عارفين بمحبش رغامق قوي فحبيت اللون ده قلت حلو جدا جدا خصا ان الباسكت بتاعه من جوه لونه غامق فهيبقى حلو معي دي كده اول حاجة بتاع معاكم وتانية حاجة بقى بصوا المفيد كله يعني حاجة كده كنت بقالي كتير جدا نفسي فيها من رمضان اللي فاتوا انا كنت عايزة جيبها بصراحة واندمت قوي ان انا ما جبتهاش كانت في رمضان اللي فات ده كتا عاملة 260 جنيه او كانت 250 حاجة زي كده دي جيبتها منين دي جيبتها من حمام التلات في العتبة بصوا شفتها اولاين بتباع ب500 جنيه فانا بصراحة النهاردة كنت في العتبة فالمهم كده جبتها جبتها بجام جبتها ب450 جنيه طبعا سعرها زادت جدا جدا يعني زادت كده حوالي اكتر من الدعف او ممكن الدعف كمان فااا يعني بس هي جميلة ظهران كلنا عارفين ان هي مركة كويسة قوي قوي كان في مركات تانية كتير قوي قال لي من كده بكتير في السعر بس انا بصراحة يعني حبيت ان انا لما جيب بقى مكنة زبادي مش اجيب بقى كل يوم مكنة وكمان اللي بيبيع قال لي حاجة كويسة قال لي طبعا الازاز بتاعها نقي جدا ازاز نظيف يعني صحي اكتر حاجة اا وكمان موفرة جدا في الكهرباء يعني اا انا بقى مش عايزة جيب مكنة برضو اشغالها تسحب من الكهرباء كتير فيبقى اللي وفرته من هنا ادفعه من هنا الكهرباء فدي برضو ميزة من ضم الميزات اللي فيها ان هي مش بتسحب الكهرباء جامد وكمان الازاز بتاعها نقي جدا جدا وطبعا ليها قطع غيار في زهران يعني زهران ليه فروع كتير قوي لو مثلا لا قدر له كوباية قصرت منك ولا حاجة تقدري تروح الفرع وتجيبي منه الكوباية زي ما انت شايفة كده فدي حاجة من ضمن الحاجات بصراحة اللي كانت مشجعني او ان انا اشتري زهران كمان شكلها عجبني شكلها كده كيوت كده ومربع في نفسها كده عصولة اوي غير المركات برضو التانية يعني مش عارفة ما حابتش التانيين بصراحة حابتدي اكتر برغم التانيين ارخص بكتير بس انا ما عارفش بصراحة هم حلمين وانا وحشين بس انا اللي عارفهم جربوا زهران وشجره فيها قوي زي ما شفتو كده المكان الفيشة حلو قوي عجبني قوي عليه كده زي كلبسة كده بتتقفل عليه يعني على اساس ان هو برضو مايبقاش كده تتخارج لبرة ولا دائق ولا اي حاجة طبعا انا حاول احافز على الكارتونة بتاعتها عشان لما اخلص اشيرها في نفس الكارتونة المهم كده ده كده الضمان بتاعها وده طريقة التشغيل برضو مكتوبة جوه الكتاب ده او جوه الكتاب استغنان دوت يعني المهم كده الازاز بتاعها عايز اقولكو ناقي جدا جدا ده برضو حاجة عجبتني من ضمن الحاجات فيها والغطب بتاعها تقيل طبعا نوع اكليرك مش ازايز دي كده ماكنت الزبادي خلاص الحمد لله بجد كان نفس فيها جدا والحمد لله جبتها فممكن طبعا يعني زي ما بقولك كده تجيبي كده حاجة حاجة على مدار الايام دي لانه في كل شوية الحاجة عملا بتغلى المهم بقى كدت عايزة كده اجيب طقم صواني المونيا فكدت محتارة بس الاول كده هوليكو ده ده برضو من جمع البنات كده الناس اللي بتبقى قاعدة برا دي يعني بتبقى ناس كده بيبيعوا حاجات ادوات منزلية قدام الجامع برا فدي جيبتها بخمسة وتلاثين جنيه بصراحة لما كنت بعمل البسكوت معاكو اخر مرة لو تلاحظوا اخر كتعة عجين اتبقت معايا ما كنتش عارف اعمل بيقى اي اشكال لاني ما عنديش الاشكال دي فلما لقيت دي بصراحة عجبتني جدا انه قلت تنفعني هنا بقى جبت جده الصاجين دول انا كنت راحة عايزة اشتري طقم صواني المونيا المونيا حلوة اوي في السوا وليستخدمات كتير وبصراحة بحبه اوي في الكيكات بحبه اوي في البسبوسة بحبه في المعجنات يعني بحب اوي اغبس به فهو حلوة اوي هنا كنت بقولكو ان ده مش الدهان الاصلي بس خلينا متفكين ان ده يعني هو مكتوب عليه الدهان بس مش الدهان الدهان الاصلي بيبقى مختوم بختم الدهان لكن ده اسمي بس كده ورقة يعني تقدر تشيلها وخلاص على كده بس هو كنوع برضو حلوة اوي ونضيفه الامونيا بكم سعره جبت الواحد بمية خمسة وعشرين جنيه سعره برضو كويس مقاسه عامل تلاتين في تلاتين بالزبط تلاتين في تلاتين انا الفرن عندي بياخد صاغ تلاتين فاربعين فانا كنت عايزة تلاتين فاربعين ملقتش استراحة لقيت اقصى حاجة تلاتين في خمسين فطبعا هيبقى تبير عندي في الفرن مش تدخل عندي الفرن فما رضيتش اجيبها فلقيت الاتنين دول مقاسهم يعني زي بعض فاجبتهم هو الداني الاتنين بيمتين وخمسين طبعا اكتر حاجة بقولك فرحانة بيها هي المكانة زي بجد فرحانة بيها اوي اوي وطبعا السجاد برضو استخدمتها كتير بقى لعيد داخل عينا كل ساون طيبين وانا مبقى كحكي لعيد مع بعض والبسكوت لان بصراحة مكررة مش اشتري حاجات دي من بره ابدا ابدا جبتهم السجادة اللي فاتت حاجات كلها جهزة بس ما عجبتنيش خالص خالص يعني في البيت بصراحة احلى واجمل وكل حاجة فدي كده المشترات اللي انا اشتريتها النهاردة وتعالوا بقى نخش على الروتين بتاعنا الجامد اول حاجة بقى في اليوم ده انا مكنتش لسا تعورت طبعا الناس اللي اللحظة بقى ان انا كده حتى لازقه على ايدي وبتاع فانا دي الصبح الروتين ده كان الصبح كنت كده قلت طعمية وقلت اعمل سندوتشات الولاد يعني احضر لهم كده الفطار عملت لهم كده سخنة يعيش في الميكرويف وقلت الطعمية زي ما انتوا شايفين وحطت لهم الاول جبنة اللي بتبقى حلوة قوي بالجبنة مرضيتش احط لهم بقى طماطم عشان ما يرموهاش وكمان ايه يعني مش كل الاطفال بتحب الخضار قوي يكلوه مع الحاجة يعني انا عندي محمد ممكن يكلو الخضار لوحده كده يتسلى فيه كتسلية لكن يكلو مع الاكل كده لأ مش بيحبوه فمرضيتش احط بصراحة خالص وحمزة بيشيلها كده كده لما بحط طماطم مع الاكل بيشيلها على طول من الاكل هو وهي والفلفل فقلت خلاص انا احط لهم بس جبنة ومش احط لهم ملح طبعا الجبنة دي جبنة براميلي ففيها الملح بتاعه بس وحضرت لهم كده الفطر زي ما انتوا شايفين وخلاص على كده كده كتمران برضو كتوصلت جات من الامتحان وقعدت فطرة مع اخوتها الجو كان حلو جدا في التوقيت ده بصراحة طبعا كلستة بدري كده تحاول الساعة كده تنشر الظهر فالجو كان حلو قوي فالمهم خلصت بقى شغل البيت وخلصت كل الورايا وبعد كده كنت بقى ماما كانت جابالي الفراخ زي ما قلتلكم كانت من ضمنها كده جابالي كده وراك المهم كده كنت بنظفهم وقلت بقى بالمرة كده اعملهم على يواجبتين يعني على يومين فقلت هعمل كمية بصل وهسلق شوية والباقي هعمله زي صنية واشلها في التلاجة تنفعني جدا تاني يوم المهم بقى وانا منظف بصراحة الفراخ وبقطع الوراك كده فتعورت جامد قوي في ايديا بجد وقتها حساب بقيمة صحتنا جدا والله ما فيه اي حاجة اهم من صحة الانسان في الدنيا دي كلها ربنا يا ربك ما يحرمش اي حد من صحته ويديكو يا رب الصحة يا ربك وتخدمه نفسك وتخدمه لك لان بجد انا حساب بقيمة الصحة جدا يعني الايدي كنت ببصوا يعني كنت مضطرة اعمل كل حاجة ما فيش حد غيرها هيعمل يعني فخلاص بقى كنت مضطرة حتى اللمون بتاعة انظف الفراخ والله ما رامل قطعته لي وكانت بصراحة ما رامل بتساعدني جدا يعني فيه حاجات ما كنتش عارفة مسكة بأيديا اللي اتنين فهي كانت بصراحة بتساعدني لان يعني خدوا بالكو انا يعني ايه وانا يعني جد جامدة قوي المهم الحمد لله على قد كده وكملت بصراحة اليوم معاكو بس كنت تعمل انا قوي في اليوم ده والحد النهاردة بجد ايديا وجعين جدا يعني استمي المهم بقى خلاص الحمد لله على قد كده وبعد كده عملت ايه بقى حطيت كده زي ما انتم شايفين استمت كده الفراخ جزء هعمله بكرة صنية وجزء التاني تبلته برضو بالبصل وفلفل اسود ايه وشوية حبهين وقلت كده هتدي صدمة ايه على النار وبعد كده حطت علي مياه مغلية يعني هسلقها انا مش متعودة بصراحة اسلق الفراخ البيضة قوي يعني الناس المتابعين عارفة كده بحب قوي اسلق الفراخ البلذي اكتر فما عنديش فراخ بلذي وبصراحة بقى كنت عايز اعمل كده اكلة سهلة وسريعة كنتش عارفة اقف المطبخ اكتر من كده وما كنتش عارفة يعني اعمل حاجة صراحة يعني المهم كده فقلت اعمل ايه اسهل حاجة بالنسبالي هي الملوخية والرز الملوخية والرز والفراخ اسهل اكلة بصراحة واسرع اكلة المهم كده دي تبلتها زي ما انتم شايفين برضو بس دي زودت على البصلية شوية سبع بهرات اه وبس ما قلت مش حط بهرات تاني كده كده انا مش بحط اكتر من فلفل اسود وعلى صنية الفراخ يعني فلفل اسود واسبع بهرات وشوية كده ملح وخلاص على كده وطبعا الحب هاني المطحون او الحصى زما ما موجودة عندك يعني وهغطر حلة دي واشيلها بقى التاني يوم تاني يوم هعملها بقى ازاي هحط عليها شوية زيت او مثلا سمنة بلدي اللي عندك على معلقة صلصة وهنزل بها على الفراخ بشوية مية كده صغيرين بس كده بتستوي معاك وبتبقى جميلة جدا طبعا يا متبلة بقى قبلها بيوم فهتديك نتيجة حلوة قوي قوي تاني يوم والحلوة في الموضوع بني بتبقى جهزة معاك المهم كده اه عملت انا بقى ايه دلوقتي اه هعمر بقى الرز طبعا الاول اديت صدمة للفراخ زما انتوا شفتوا الاول طبعا حطيت كده كان فصل مستكة بتصيح الاول في السمنة بتدي ريحها بقى حلوة جدا جدا للشربة شربة الفراخ البيضة بحب كده اهتم بيها اكتر من التانية لان طبعا عشان تديك طعم كويس فبحط لها مستكة وبحط مثلا ايه تاني يعني بحط كزا حاجة يعني هقولك دلوقتي عشان نسيت خالص طبعا بحط بقى الحبهان والورق اللي هو اللوري اه وطماط مايا كده وطبعا فيها بصل ومايا كمه غلية وحطت الاول طبعا معلقة سمنة بلادي لشان تديني طعم حلو زمtechبق وحطت مرأة او دي لكم تعايزها افتكرك اقولها لكم حاطرت مرأة الدجاج اللي هي مرأة اللي هي الو فين فوز العادية اللي هي الجاهزة اه بلازم احط بقى مرأة في شربة الفراخ البيضة لكن الفراخ البلدي طبعا chi اللحمة مش بحط لها مرأة دجاج لكن الفراخ البيضاء لازم حط لها مرأة دجاج بتديها طعم حلو وكده وريحة حلوة بس فعشان بس خلي كاشور بطعمها حلو وبعد كده نبتزي بقى حمرتي خلاص الرز وبعد كده هعمل بقى الملوخية الملوخية النشفة بحبها جدا سهلة قوي قوي بالنسبة لي وسريعة ومنجزة قوي لدرجة ان احنا خلاص تعودنا عليها كلنا يعني انا عندي جوزي حماية عمرها ما عملتها اصلا ما كانتش بتعملها ابدا يعني عطول بتستخدم بس الملوخية اللي هي الخضرة فاحنا في بيتنا طبعا وعيلتنا كلها لازم الملوخية النشفة دي اساسي معينا خاصة في الشتاء فانا متعودة عليها اصلا وبحبها اوي فلما تجوز طبعا ماما كان بتجيب لي منها بقى فجوزي كان اول مرة يدقها الاول ما كانتش بيحبها الاول كان بيقولي لا مش حلوة بعد كده حبها اوي وعندي الولاد طبعا خلاص بقى تعودوا عليها فبيحبوها بس انا بالنسبة لي سهل اوي يعني بصو دوبك بصو عملت بقى ايه حطيت كده معلقة سمنة وحطيت توم وشوية كسبرة واول ما بدأ انهم يحمروا نزلت كده بالشربة وطبعا ممكن في الوقت ده تحطي معلقة صلصة بس انا عشان الشربة كده 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 فيها طمطميتين فكانت لنا حلو والصلصة كده مدية يعني طعم حلو وريحة حلوة خلاص في الشربة حطيت بقى بعد كده الملخية النشفة تاخد غلوتين وبعد كده بقى في العالية حبت عمية طاشرة تاني براحتك مش حبه خلاص انا بالنسبة لي كده خلاص يا تمام قوي قوي وبتبقى طعمها حلوة قوي فكده حلو جدا الملخية النشفة اصلا مش رخيصة قوي يعني بستين جنيه كيلو كنت جاي بقى اخر مرة بستين جنيه الله اعلم دلوقتي بقى بيكام طبعا غليت طبعا فمش عارفة بقى تبقى غليت بقى بقى بكام بس هي حلوة في الاخر حمرت برضو الفراغ كده بالسمنة وفلفل اسوك كده وشوية ملح والرز زمان انتو شايفين اهو طلع معايا وده غدا بتاعنا بجد غدا جميل وسهل كده وسريع قوي قوي ويا عايز اقولوك الولاك كلها بتحب الملخية والرز دي يعني تحستو كده ان هي اكلة كده اطولي شوية بس كده فخلاص اتغدينا والحمد الله دخلت بقى كده بعد ما عادت شوية وبصراحة ايديك اتعباني جدا بس طبعا زمانتو عارفين مفيش حد غيرك هيعمل يعني بصراحة جزي عمره ما هيعمل حاجة زي كده يعني هو كل الالهول بصراحة انا رايح مشواره ولما اجي هحطيك الموعين في غسالة الاطباق فحليني بقى طبعا هيجي امتى وهيعمل ايه فخلاص بقى انا قمت بصراحة لمك الموعين زمانتو شايفين وقلت ايه هستخدم ايه دي بس اللي هي الكويسة دي وهحاولي اخلص اللي ورايا قلت حتى لو جاء عليها ميا مش مشكلة بعد ما اخلص كده كده يعني هغير كده عليها وحط يعني شاشة تانية وغير عليها لاني بصراحة كتفتحة كبيرة جدا فالحمد الله يعني المهم كده جبت بقى الصنية دي اللي بنكل عليها على طول غسالتها طبعا هي اول حاجة عشان اخلص منها بتاخد مكان كافي المنبخ كبير فبحاول كده اخلص من الموعين اللي هي الكبيرة زي الصواني الحلل حاجات دي فانا مش متعودة بصراحة بحط بقى الحلل بتاعتي فغسالت الاطباق خصا الجرانيت الجديد اللي هو الطعم الجديد ده جميل قوي سألتوني عليه كلكم بجد يعني الناس مترددين ان هي تشتروا لأ بجد اشتروا جميل جدا لو تقدر تشتريه اشتريه طبعا حلو قوي قوي وعمال يغلى يعني اشتريه قبل بيغلى اكتر من كده انا كنت جايبة طعم اربع حلل وطاصة كبيرة ب1800 جنيه دلوقتي هو بتبع ترقيم بألفين جنيه فهو جميل قوي قوي في الاستخدام والجرانيت بتاعه حلو قوي بس انا بقى يعني بصه يعني حاولي لو عندي غسالت اطباق ما تحطيش فعلا الجرانيت فيها هي كده 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 بتبقى الحلة يعني غسالتها سهلة على طول لكن اللي بياخد معانا وقت وكركبة ومجهود شويه هو الاطباق بقى بتبقى كتير يعني فدي بتاخد وقت فما ترسها في غسالت الاطباق احصل لك بكتير لكن الحلة بتتغسل كده على طول وكمان بتاخد مكان في الغسالة فبتديش مساحة للموعين غيرها يعني بتحس ان هي بتاخد المكان كله فعشان كده بصراحة بحب اغسالها كده على ايدي وكمان احسن بكتير بس النهارة طبعا مش قدر نمسك الحلة اصلا عايز اقول لكم ان الحلة كانت لما كنت ممسك الحلة بأيدي الاتنين يعني كنت فعلا ايدي كبت توجعني قوي فكنت لازم احطها في غسالت الاطباق حتى بصرا انا مش عارف ازبطها لاني بستخدم ايدي بس ايد واحدة يعني المهم كان اوضفت بقى معاكم الاطباق كلها من الملوخية واي بواقي اكل عشان ما تسدش معاك الفلتر لازم طبعا ننضف الاطباق بتاعتنا كويس قوي مش معا انا عندنا بقى غسالة لأ نحط كله مع بعض ولا طبعا لازم نحافظ عليها وعلى يعني يعني ايه وعلى اي جهاز عندك في البيت بصراحة في الزمن اللي احنا فيه ده اي جهاز عندك في البيت بجد حافظ جدا جدا عليه الحاجة بتغلى جدا والاجهزة بتغلى جدا جدا مش عارفة الاجهزة يمكن اكتر حاجة عمالة بتغلى فربنا يرحمنا بقى ونشوف كده اخرتها ايه بجد خلاص كده هروس بقى الحاجة زي ما انتم شايفين كده رصية الغستالة كلها ورصية الموعين بتاعتي كلها ان شاء الله بقى الفيديوهات الجاية بجد هتوا هتلاقوا يعني حاجات حلوة جدا جدا معايا وهنعمل كده افكار كتير قوي وافكار بس مستنية بس كده مرام تخلص ان شاء الله على خير امتحاناتها وفوق كده وبعد كان ابتدي بقى نعمل افكار كثيرة قوي ان شاء الله كانت تعجبكوا جدا جدا وهتنبهروا يعني فيه افكار كتير قوي في دماغي بالنسبة بقى للصحور بالنسبة لحاجة رمضان بالنسبة لتغزينات رمضان فالفيديوهات الجاية بجد هتعجبكوا قوي قوي فان شاء الله يعني تستمتعوا جدا بيها معايا بس دعولي كده اداية خف كده على طول المهم كده حطيت بقى الكابسولة بتاعت المسحوق بتاعي غسلت الاطباق انا باستخدم اللي هو فيري اللي هي الاقراص حلوة جدا وبحست ان هو كده موفر معايا اكتر بصراحة استخدمت زمان اول ما جبتها اللي هو البودر واستخدمت اللي هو الزيت والملمع والملح والحاجات دي كلها فتحس ان هو وشي يعني ايه لو عندك الملمع ممكن ميبقاش عندك الزيت قصدي ممكن ميبقاش عندك الملح فتحس ممكن الغسلة توقف على حاجة فعلى ايه الكابسولات دي حلوة جدا جدا بتحطي كده واحدة على طول بتقوم بالواجب كله فكد فيه متابعة قالتلي مرة ينفع احطها في الغسلة كان من غير ما احطها في الباب بتاعها او الدرجة بتاعها او طبعا عادي ينفع عادي جدا ارميها في الغسلة وهي تفتح مع نفسها طبعا من المية وبتخسل معاك الموعين كلها هنا هخسل بقى الحلال اللياس صغيرة حاولت ان انا حط الحلال على قد ما اقدر في الغسلة والباقي غسلته بقى على ايدي خلاص طبعا ما فيش مفر فكدت شايلة بقى همه اوه دلوقتي ايه البوته جايز يعني كدت شايلة همه اوه في غسيله جدا وكت عملا فكر بقى ازاي هخسل الفوته وبتاع فالحمد الله ربنا بيقدرنا والله بجد لان احنا كامهات احنا عارفين يعني مسؤول مننا اطفال وزوج وبيت وكل حاجة فتحسوا ان احنا فعلا بجد ربنا يعني ادعن نفسك بجد ربنا يدينا الصحة عشان نقدر نخدم ولادنا وزوجنا وبيتنا وإحنا ذات نفسنا فالصحة دي حاجة كبيرة قوي يا رب كده ما يحلم اي حد منها يا رب فالحمد الله على كل حال وبعد كده بقى هعمل ايدي الوقت سمانتوا شايفين بقى غسلت كده البتو جايز وجبت بقى الفوته وهبدأ كده انا بقى يعني بصوا انا ايه يعني نشفت وبعد كده روحت فمش عارفة بقى اعمل ايه فها عصرها ازاي فخلاص بقى رحت حاولت كده استخدم ايدي التانية وجيت على نفسي بصراحة وعايز اقولكم ان بعدها دي وجعتني جدا لان السكينة يعني السن بتاعها كان رفاية قوي وانا كنت بقى اطع بقلبي جامد فمش قدر اقولكم بقى عن اللي حصل يعني المهم كده خلاص اشطفت برضو رفوتها هوي على قد ما قدرت بزي ما بقولك كنت اكتر خطوة كنت خايفة منها بس الحمد لله احنا الحمد لله بندر على اي حاجة وربنا يا رب كده يعني قدرنا في الحياة اللي احنا عايشينها دي المهم كده مسحت بقى البتجاز خلاص ادكت منسبة لي كده اهم حاجة زي انا بقولكو هحط خلاص الحوامل وهمسح بقى الرخام سريعا وطبعا اخر حاجة بتقى معايا هي الحوض عايز اقولكو دينا لما خلصت المبخ النهاردة قد ايه حصب بقيمة اللي انا بعمله كل يوم وحيات ربنا بجد قد ايه حصب بقيمة اللي انا كنت فيه يعني اقول الحمد لله ايدي شغالة هي وبامسك بيها وبعمل بيها وكل حاجة بس عارفين حسن ان في حاجة معجزاني يعني في حاجة كده انا خايفة عليها في حاجة مش عارفة امسك بيها الحاجة برحتي فعشان كده زي ما بقولكو على قد كده ما نقدر يعني نحمد ربنا على كل حالة وعلى كل حال وما تضيقيش من شغل بيتك ولا تضيقي ابدا من عيالك ولا تضيقي ابدا ابدا من الحياة اللي انت عيشها في بيتك دي ولا تقولي دي روتين ولا تقولي اي حاجة بجد دي احلى حياة والله العظيم دي احلى حياة احنا عايشينها بجد الحالة البيتت來 دي احلى بيكة احلى حاجة يعني في الدنيا لما تبقى عايشة كافوة تولادك وبيتك وبتقدميهم وعايشين كده بحب وسعادة فدي بالدنيا وما فيها ولا تشغل بقى دماغك بأي حد يعني عايز اقول لكم ان الاختلاط في الايام دي مبقاش حاجة حلوة اصلا يعني بتحس ان انت بتقومي من القاعدة دي شايلة زنوب كده يعني غصبة عنك دي بتتكلم على دي دي بتتكلم على زي فكده لكن بجد الاكتصار ده نعمة توعد مع نفسك كده بجد ده بالدنيا وما فيها المهم كده خلاص غسلت بقى الحب بتاعي وده كان اكبر برضو حاجة من ضمن الهموم علي بعد كده بعد ما خلصت بقى مش عارفة اللي خليني اتهور ومسكت المقاشة وجات بقى اكنوس المبخ الارض بصراحة ما كنتش صورتها بس كناستها تمال لي اصلا بقفل معاكم الفيديو على كده لكن بعد كده بقى اكنوس طبعا الارض بتاعتي وطبعا لازم اردها في الارض يوميا يعني مع المبخ المهم وانا بقى المس بقى اتهورت جدا زي بقى ايدي ده وجعتني جدا فمران بصراحة بقى حبيبتي هي اللي جات كاملت ورايا كناستها وبقى ولمت كل حاجة المهم كده خلصت او زمانتو شايفين المبخ بتاعي بقى زي الفل الحمد لله اخر حاجة بقى بعملها هي شغل الغستالة بتاعتي عشان زي ما قلت لكم كتير او يبقى كل ناس يا مثلا كوباية برا حد من ولجي خد حاجة من ورايا معلقة شوكة اي حاجة فبقى خليها كده اخر حاجة بخلص المبخ بتاعي كله وبخرج برا اليه في لفة وبعد كده برجع اروح بقى خلاص مشغل الغستالة بتاعتي هنا ما كنتش حطة الفيشة وجاية بقى بشغل الغستالة بقى فطبعا ما نورتش معي فقلت ايه ده ايه اللي حصل فافتكرت ان دي الفيشة مش محتوطة بس كده الروتين بتاعي بقى النهاردة يا ربك ايكون عجبك واشوفك ان شاء الله على خير اشتركوا في القناة